حلب الشوكولاتة مع الدولسي دلاتشي مأدير الحلب الشوكولاتة 170 جرام دقيق 60 جرام شوفان نصف معلقة صغيرة بيكينج سودا 115 جرام زبدة 100 جرام سكر بني 50 جرام سكر 150 جرام شوكولاتة قابلة للده 2 بيض 1 معلقة صغيرة فانيليا 1 كوب تشوكولات شيبز بالنسبة للطوپنج عندنا 200 جرام دولسي دلاتشي 180 جرام شوكولاتة أو شوكولات شيبز غمقة و1 معلقة صغيرة فانيليا هنحط الزبدة مع نوعين السكر وحنضربهم مع بعض هنحط الفانيليا مع البيض وحنضربهم بالنسبة للبديد وعندنا الملح مع حانيليا وشوفان ملح معari ملح مع ملح مع ملح مع ملح مع دلوقتي اضيف الشوكولاتة القابلة للدهن ونخفقهم مع بعض مرة كمان هضيف الدقيق والشوفان معهم الملح هخلط الخليط ده وبعد كده هزود الشوكولات جيبس كده ان خليط جهز ونخفقهم معهم الملاحظة ونخفقهم معهم الملاحظة ونخفقهم معهم الملاحظة ونخفقهم معهم الملاحظة ونخفقهم الملاحظة ونخفقهم ونخفقهم معهم الملاحظة ونخفقهم الملاحظة ونخفقهم 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 ونختفقهم ونخفقهم ونكفقه ودلوقتي همدخلهم الفرن على درجة حرارة 160 وهيوضف الفرن حوالي من 40 إلى 50 دقيقة على حسب ما يستغل ده بيكون شكل حلو شوكولاتهم بعد ما بيطلعهم من الفرن وممكن نجيب شوية دولسي دلقشي زيادة ونحطها على الوش